ادلب المصير الصعب بين الحربي والسلام محادثات تجرى في موسكو بين الاتراك والروس اعلنت الخارجية التركية استمرارها اليوم بهدف خفض التصعيد في ادلب ووقف الانتهاكات وذلك بعد ان اتم الطرفان مناقشة الاحتياطات الممكنة من اجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في وقت سابق استكمل المندوبون الاتراك في روسيا محادثاتهم اليوم وفقا للمعلومات الواردة الينا ستستمر المحادثات ففي الايام الاخيرة كانت هناك العديد من التصريحات المتحيزة من روسيا تتهم تركيا بعض هذه التصريحات رسمية والبعض الاخر يتم نشره من خلال وسائل الاعلام تركيا واستمرارا في نقاطها العسكرية شارعت بحسب المرصد السوري باقامة ثلاث نقاط عسكرية جديدة في ادلب ليرتفع عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد الى ستة وثلاثين تحركات تقابل بالتوعد والتهديد من قبل النظام السوري حيث توعد رئيس النظام باستمرار العمليات العسكرية في ريف حلب وادلب مؤكدا ان القوات ستواصل المعارك حتى النهاية وهو يعني ايضا ان لا نستكين بل ان نحضر لما هو قادم من المعارك وبالتالي فان معركة تحرير ريف حلب وادلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الاتية من الشمال الاتلاف الوطني السوري المعارض من جانبه قال ان التطورات في محافظة حلب كارثية وان التأخير يعني مضاعفة القتل والتهجير والتدمير من قبل قوات النظام وحليفه الروسي والايراني ضبابية في المشهد تتزامن مع تفاقم الوضع الانساني فالامم المتحدة اعلنت في اخر احصائية لها ان 875 الف سوري معظمهم من النساء والاطفال فروا من المنطقة جراء هجوم قوات النظام المدعوم روسيا على شمال غرب البلاد الحسن الحددي العربية